من أخبار النادي الأهلي للأخبار العالمية وفيه خبر مهم جداً بقى ويهم كل عشاء النادي الأهلي وإن شاء الله يا رب الأهلي يكسب دور الأبطال ويشارك بعدها في كاس العالم للأندية لاتحاد الدولي الكرة القادم فيفا النهاردة بيعلن بطولة كاس العالم للأندية السنة اللي جاية بدون ما تتأجل ولا تتلغى النهاردة الفيفا كان له بيان مهم قال إنه قطر هتستضيف كاس العالم للأندية وكان طبعاً ليه كان فيه وقت طبعاً سابق مقرر ليه إنها تتلعب يعني الدورة دي إنها تلغت أو هتتأجل لا خلاص النهاردة إن شاء الله 1-11 و1 فبراير إن شاء الله 1-11 فبراير إن شاء الله طبعاً وسط إجراءات احترازية زي ما كلنا عارفين مشددة جداً بسبب فيروس كورونا ومن المعتاد إقامة كاس العالم طبعاً ليه الأندية بمشاركة أبطال القرات لجانب طبعاً بطل الدوري في البلد صاحب الأرض في ديسمبر اللي جاي لكن طبعاً تأجيل المسابقات بسبب كورونا بيجبر الفيفا النهاردة على الموعد الجديد ده في فبراير طبعاً وده كمان نوع من أنواع التحفيز إن شاء الله لفرقتنا مش محتاجة تحفيز أكتر لكن كمان إنك تشارك إن شاء الله بإذن الله حصولك على هذه البطولة والمشاركة في كاس العالم دي تابعاً شرف كبير جداً والنادي الأهلي كان أول للأندية اللي لعب كاس العالم للأندية وكان شرفنا بميدالية وحصوله على المركز الثالث